نصيحة لقادة الكتل السياسية والحكومة والرئاسات الثلاثة خلي يعرفون فتح حقيقة أنه مزلس حقوق الإنسان العالمي ديراقب كل الجزئيات في كل البلدان وما دام العراق موقع على هذه الاتفاقيات فهو ملزم بتنفيذ بنوت قرارات الأممية الصادرة من مزلس حقوق الإنسان اليوم ترى سابقا قبل 2003 ما حد كان يقدر يشتكي للمجتمع الدولي على حقوق الإنسان باعتبار نظامنا نظام شبولي دكتاتوري مقابر جماعية سجون تعذيب قتل اليوم العراق عند وضع اجتماعي ووضع دولي آخر يقول أنا بلد مؤمن بالديمقراطية فأنا أدعو الكتل السياسية أن يعلموا بأن الانتهاكات التي تحصل في البلد تصل كلها إلى المجتمع الدولي وقد تلجأ المجتمع الدولي إلى محاسبة العراق لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق ما ما يكون أي شيء التربية السكن السجن الصحة الإرهاب التفجير التهجير كل هذه الملفات موجودة في المجتمع الدولي فالبرلمان العربي اليوم من نادى بهذا الأمر نادى من خلال التأثير الدولي الذي صاير عليه يعني ما صدر هذا البيان اعتباطا البيان صدر بناء على القرارات الصادرة من المجتمع الدولي ويلزم البرلمان العربي أنه ينصح الدول العربية بتشريع القوانين التي تؤدي إلى الحد من انتهاك حقوق الإنسان يعني اليوم أنا عضو في البرلمان الدولي عضو القانون الإنساني الدولي في البرلمان العالمي غدا لدينا زيارة لوفد برلماني دولي إلى العراق ورح يطلعون على كثير من الملفات هذا الملف من يطلع عليه رح يأخذ هذا الملف إلى البلدان ما لهم رح ينقل إلى البرلمان الدولي يعني بعد فترة تشوف قضايانا الموجودة داخليا اللي احنا نريد قدر الإمكان نحله داخل البلد نشوفه رح تنتقل إلى المجتمع الدولي ورح يناقش قضية العراق دوليا في المحافل الدولية لذلك على العراق الانصياع إلى كل النداءات الدولية وحتى النداءات العربية من خلال الحد من ملف انتهاك حقوق الإنسان بالبلد